السحر السحر هو أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله صلى الله عليه وسلم بلا ياغال يكفر كفر السحر يكفر كفر أكبر يدعوة الله على الشرك وهو يعبد الشيطان ويريد يعبد الناس للشيطان وهو أشق الناس صلى الله عليه وسلم لا يصدق ولا يسمع له لا يمكن أن نأتيه ولا نتصر عليه ولا نرسل له رسالة ولا نرسل له شخص من الناس ولا نفتح القنوات الانترنت أو قنوات تلفزيونية للسحر ولا نقرأ المجلات التي فيها القراءة عن الأبراج ما يكون يوم إذا برجك كذا وكذا لا يمكن أن يصدق 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 القرآن إذا وقع السحر يعالج بالرقة الشرعية لا يمكن أن يصدق لا يمكن أن يكون ملحة في الناس ويعالج بالدعاء ويعالج بالأدوى المباحة الحجامة والعسل أما أن السحر يعالج بسحر هذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف لأقوال السلف والأئمة وفي تقوية للسحرة تضعيف للتداوب القرآن التداوب القرآن يقين لا نشك أن القرآن في شفا ولا نشك أن السحر ليس في شفا فكيف نترك الشفاء ونرجع إلى غير الشفاء لا يفلح الساحر ولا نخاف منه نخاف من الله سبحانه وتعالى نبتعد عنهم وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولي جميع المسلمين ترجمة نانسي قنقر